نماذج القرآن جزاه الله خير الشيخ خالد تعليقه جميل جدا الحقيقة يعني ما نبدأ نقول شيء بعد الكلام ذكره الشيخ أنك أنت الآن لما تبني في أسرتك شاب أو فتاه ينشع على كلام الله جل وعلا فإنه يتصل بالله جل وعلا ثانيا اليوم أكثر اهتمام يمكن شاهد حتى في العالم كله يعني مو بس في والدورات والحلقات والرسائل والبعض المشاهد القصيرة عن التربية والاهتمام وكيف تنشع على عادة طيبة أنا أقول يعني كما قيل قيل ابنك يحفظ القرآن قال بل الله يحفظه الله يحفظه بالقرآن الله سبحانه وتعالى ينشئ بهذا القرآن ويحفظ عليه دينه ويحفظ عليه عقله بل يشاهد الجميع في السنوات التي بدأت تخرج بعض الحصايات أن أكثر المتميزين في الدراسة هم من اختبار الدراك هم طلاب تحفيظ القرآن الكريم لأن القرآن ينمي العقل ينمي الروح ويجعل الذاكرة أقوى آخر شيء أحب أن أنوه عليه بعض النماذج التي الآن ظهرت أكثرهم صغار في السن وأكثر هؤلاء الشباب والفتية وكذلك البنات يحفظ القرآن ما شاء الله لا يتجاوز سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات ويحفظ القرآن كاملا هذا من تسير الله سبحانه وتعالى أولا ثم العمل المنظم في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في المدينة منورة بفضل الله جل وعلا لدينا برامج وخطط يمشي عليها الطالب ويمشي عليها المعلم هذه البرامج يمشي يعني أنا أذكر بس نقطة منها السلامت الطالب الآن إذا انتسب الحلقة لديه خطة خطة لحفظ القرآن يختار خطة بعض الطلاب ما شاء الله متقدم عند ذاكرة قوية عند اهتمام عالي فيكون يتقدم على المناهج أو على زملاء فعند الخطة متقدم متاز مسارات يعني مسارات الطالب عادي عندنا خطة للطالب يعني متوسط الطالب يعني يبغي يمشي بأقل مجهود أو بيعني أقل يعني تقدير فلديه خطة هذه الخطة يلتزم فيها الجميع الطالب والمعلم لدينا بفضل جل وعلا على المعلم مشرف موجه ثم إدارة يعني تقريبا قريب من نظام التعليم يعني هذه كلها هذه الجهود جميعا ليخرج لدينا طالب ينشى في أسرة قرآنية يعني هذه الأسرة تقوم على تربية صالحة هذه الأسرة مما تفرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشيخ الزوجة والزواج وذكر هنا الشيخ الأسرة وكذا النبي صلى الله عليه وسلم سيفخر يعني بل حثا على الزواج تزوج مدود الولود فإني مكاثر بكم الأمة يكاثر بمن لن يكاثر النبي صلى الله عليه وسلم بكل أحد ممن ادعى أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بل يكاثر النبي صلى الله عليه وسلم ممن حفظ الإسلام حفظ كلام الله جل وعلا يعني كتاب الله سبح و تعالى وصية النبي صلى الله عليه وسلم ومشى على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأول شيء دعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر